اخبارنا الميدانية نبدأها من حيمص حيث تواصل قواتنا الباسلة تقدمها في حي الخالدية وتسيطر على المصوصة في الحي وعدد كبير من كتل الابنية التي كانت تتحصن فيها العصابات الارهابية المسلحة التي عاثت تدميرا وخرابا حي الخالدية قلب حيمص القديمة دخله مسلحون من جبهة النصر والقاعدة وحولوه الى معقل لتجمعاتهم واعمالهم الاجرامية وجعلوه مرتعا لتنفيذ اجنداتهم الخارجية عاثوا فسادا وخرابا في كل شوارع الحي حرقوا المنازل وهجروا اصحابها وحولوا بعضا منها الى اماكن لتعذيب المخطوفين قتلوا نضى الحياة في الحارة الحمسية الجميلة ورسموا مشهدا تفوح منه رائحة الخراب والدمار الجيش العربي السوري يتقدم بقوة وثبات ويسيطر على عدد كبير من الادنية التي كان يتمركز فيها المسلحون باعداد كبيرة ويستعيد سيطرته على مستوصف الخالدية طبعا احنا الجيش العربي السوري اجينا على طلب من الاهالي الى الخالدية ونقوم الآن بتطهير الخالدية بشكل كامل طبعا مبارح بليل امس استطعت قوات المسلحة بالسيطرة على مستوصف الخالدية والكتر المحيطة به شو هو الشيء البيعيق الجيش العربي السوري اثناء التقدم لمداهمة اوكار المسلحين طبعا نحنا تقدمنا بيكون تقدم حذر بسبب وجود الاهالي الموجودين في الابنية وتواجد القناصات والاسلحة المستوردة من الخارج بأيدي الجبهة النصرة والمجموعات التكفيرية سيبقى النصر حليفنا في كل مكان تطأه اقدام الجيش العربي السوري واليثبت للعالم اجمع انه خير من يتحدى الصعاب يتابع الجيش العربي السوري تطهيره لكافة شوارع الخالدية من العصابات الارهابية المسلحة التي دخلت اليها تاركة انبصمات اجرامها في كل مكان من حي الخالدية لاخبار التلفزيون ايمان ابراهيم